موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد يخلط الكثير بين حب الذات الأنانية التضحية والعيش للآخر رغم أن الفارق بين تلك المفاهيم واضح وكبير في الحب لا يكتمل الشعور السليم إلا بحب الذات في حين تعتبر أو تعتبر التضحية مرض كالأنانية تماما وهو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون حين يعتقد أو يعتقد أن التضحية هي أكمل وأرقى درجات الحب بذل النفس للآخر ويكتشفون سبب تعاستهم رغم محاولاتهم الفاضلة والنبيلة كما يظنون طبعا إحنا فقراتنا متشعبة لكن أكيد هتفكر لنا كل الألغاز هذه طبعا ضيفتنا الكريمة واستشارة تمكين مرة الأستاذة لبنى الغلائي نسادي مساكي دائما مواضيعك سبايسي حارة فيها تشريق وإثارة أستاذة لبنى إحنا عارفين كلنا عارفين أنه الواحد لما يحب إنسان بيحب يعطيه بيحب يضحي يعني هو التضحية الوحيدة هي يمكن تضحية الأم لابنها هي فيها طبعا تضحية شديدة جدا لكن تضحية المرأة للرجل والعكس صحيح هذه إيش فيها خطأ إذا كان في حب متبادل وكبير أنا أبو أبدأ دائما أحب أن أبدأ من تنظيم الفكرة نحن كبشر طبيعي جدا أن نعيش مشاعر الأخذ والعطاء أن أعيش مشاعر الأخذ فقط هذه أنانية وفيها خلل أن أعيش مشاعر العطاء فقط طوال الوقت حتى لو في علاقة وحدة ما هي أصلاً اللي بتحسليه بيعطي طوال الوقت هي هذا نمط نمط شعوري عنده اتجاه في الحياة فحيعطي للزوج حيعطي لللي يحبه حيعطي حيعطي لكل الأطفال واتفر لأصدقاؤه ولكن أيضاً هذا خلل نحن كنا دائماً نعتقد مش نحن أنا عمري وأعتقد هذا الاعتقاد والشخص اللي عنده وعي بذاته أو وعي بالأساسيات حقة الذات السليمة اللي ماشي في اتساق مع نفسها ومع الكون البعض يعتقد كثير من الناس يعتقد أن التضحية هو خلق سليم وفاضل حفصل الآن مفهوم حب الذات الأنانية التضحية وبعدين حنرتب الأمور الأفكار في ذهننا أي علاقة لا تتسم بمبدأ التوازن بين الأخذ والعطاء فهناك خلل في العلاقة وإن استمرت لن تستمر وإن استمرت العلاقة فإن شخصاً ما في هذه الطرفين يعني من هدول الطرفين المرأة أو الرجل سيشعر بعدم سعادة ونقص في الرغبة في استمرار العلاقة أو يشعر يعتقد أن يعني عشان كده بنسمع أو بنشوف الأشعار تطلع من المعاناة والروايات بتطلع من المعاناة بنعتقد أن الحب عذاب والحب ألم لا الحب يجب أن يجلب لي سعادة لأنه لابد أن تكون العلاقة متوازنة بينما أأخذه وما أعطي أنا عن نفسي كالبنة أحب أن أحب أحب أن أحب هذا شعور بالعطاء وأحب أن أحب أيضاً أما أحب على طول الخط وأعطي بس لا أستقبل مردود لمشاعري أو تعليق ربما يحب لا يعطي كيف؟ ربما أنت قلت حلو أن المرء يحب ويعطي وأن يحب ويعطى أيضاً يأخذ أيها أو يأخذ وعطاء أخذ وعطاء صح لكن ربما يحب يعني مش ضروري مثلاً إن إنسان ما هيعطي أنه ما يحب صح ولا لا؟ لا ما فهم يعني مش ضروري أنه الإنسان اللي بحب دائماً يعطي يعطي ربما في بعض الأشخاص بحبه بداخلهم لكن ما بيعطوا الكثير أنت قصدك بس عنده مشكلة في القدر على التعبير ممكن ولا عنده مشكلة في الإعطاء في الإعطاء لا إحنا بنناقش أن هذه مشكلة بس يعني عشان لا نروح لا اتجاه أنه في بعضاً اللي ما بيعطي معناها ما بيحب أو ما بيعرف يعطي أنه هو ما بيحب بشكل لا هو ما بيحب ما بيحب؟ لا هو ما بيحب ربما زي ما قلت يا دكتور أستاذ أبناء أنه ما بيعرف يعبر لا هذا عرب التعبير مش دائما الكلام مش دائما هو دليل الحب على فكرة الحب يعني أنا مرة عملت زي سيرفي كده دراسة سريعة سألت عدد من الرجال وعدد من النساء ما هو الحب اكتشفت أن الحب هو يبدو من الأشياء البسيطة لدى الرجال ولا لدى السيدات للي ما بيعرفوا يعبروا من الجنسين أحيانا الكلام ما بيطاوعهم صح ولكن يبدو من الأشياء البسيطة من اللفتات البسيطة من النظرات البسيطة من اللمثات البسيطة هذه الأشياء هي اللي بتوضح الحب أما الكل يستطيع أن يأتي بهدايا هذا مش معناته أنه ما نجيب هدايا حلوى الهدايا ولكن أي شخص ممكن يجيب لي هدية بس مش أي شخص ممكن يشعر فيه بهذا الشعور إلا إذا كان يحبني وتطلع منه هذه اللمسات البسيطة بشكل تلقائي نعود للشخص الأناني الشخص الأناني البلانس أنه أحب ذاتي لأنه هي المنطلقة الأساسي لأني أحب الآخر إذا كنت أعتقد أن حب الآخر كما في كل الأديان فضيلة فالأولى أن أمارس هذه الفضيلة مع نفسي بداية أن أحب ذاتي أن أحب ذاتي ليس لها علاقة بالأنانية الأنانية ليست هي حب الذات والعكس حب الذات هو ليس أنانية حب الذات أني أستطيع أكون إنسان متزن عاطفيا وشعوريا وأستطيع أن أحب ذاتي وأقتنع تماما لدي قناعة أنني أيضا أستطيع أن أحب الآخر بنفس وأعطي حقه من الكرامة الإنسانية والعدالة بنفس القدر الذي أحب أن يعطيني في نفس هذه المشاعر تعود إليه بهذه تبدأ من حبي لذاتي الشخص الأناني تعريف الشخص الأناني هو شخص يقيس الآخرين بحسب المنفعة التي تعود إليه منهم حتى الأشياء يعني هذه تناسبني ما تناسبني إيش هيجيني منها بيسوي حسابات على طول بيسوي حسابات ما يترك نفسه مسترخي للأخذ والعطاء أعطيت مرة جيت علي مرة شوية جيت على نفسي شوية أوكي بس مش هذا السياق المستمر أحيانا أكون في مرحلة لا أستطيع أن أعطي فيها يعني ما عندي فعلا مشاعر ماني مشحونة بمشاعر أوكي ممكن الآخر يعطيني أحيانا أكون في مرحلة الآخر لا يستطيع أن يعطيني مشاعر أنا اللي أعطي وهكذا ولكن دائما في أخذ وعطاء يين يانج دائما في هذه التساوي بين سالب موجب سالب موجب سالب موجب عرفة هذه هذه النقطة الشخص الأناني هو شخص لا يشعر بالحب تجاه نفسه عكس ما يتخيل الكثيرين يعتقدون أن الأناني يحب نفسه هو لا يشعر بالحب تجاه نفسه ويحاول أن يسكن هذا الشعور المستمر بالإحباط والشعور بالنقص الفجوة الشعورية اللي عنده دائما بيسكنها باستغلال الآخرين يأخذ 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 بس هذه الحفرة ما نسدد ما شبعت فدائما يشعر باستغلال الآخرين لأنه لا يعيش وضع طبيعي الطبيعي شعور الكون الطبيعي يعني السنة الكبنية الطبيعية عجم هذا الشيء هو بس مجرد إذا وعى إذا وعى طيب لأنه الشخص الأناني بالضرورة هو عرض لأعراض كثيرة هو لا يعي يعني في البداية لا يعي هو بيعتقد أنه بيسكن هذا الشعور بالأنانية حقارنها بالشخص اللي حناقش هذا الموضوع بعدين بس حقارنها بالشخص اللي بيعطي على طول الخط الشخص الذي يعطي على طول الخط هو يلبس أو يقنع رغبته في كراهية الحياة بالفضيلة حتى غالبا تري أن الأشخاص المضحيين وتحدثنا عن الابتزاز العاطفي في حلقات سابقة الأشخاص المضحيين هم ليسوا أشخاص مريحين يعني لاحظي الأشخاص المضحيين حتى البادي لانجوج بتكون فيها انحناءة بسيطة في كآبة في إحباط هو يداري هذا الشيء بالصبر والتصبر وأنه يعطي الآخر وإعلاء قيمة الفضيلة والقيم هذه بالإثار وهذا هذا كذب هذا كذب هو لا يعي ماذا يريد أصلا نصدم الناس كثير يا سيدة ربنا لا عشان ما نكذب على بعض لا ما يكذب هذه سمة لأنه طول أنا معاك لاحظي شخص أناني عنده شراهة أنا معاك في شراهة في النظرة في شراهة في التصرفات ولكن لاحظي شخص بيحب نفسه بيحب الآخرين معتدل متوازن هابي سني مشرق مبهج مبهج حين يطل مبهج حين يغيب يفتقد الآخرين لأنه عنده هذا التوازن بين الأخذ والعطاء يعني هذه النقطة اللي أنا حبيت أوضحها لا تثقي بعلاقة أو بشخص يعطيك أكثر مما يأخذ ويرفض الأخذ ولا تثقي بشخص يأخذ أكثر مما يعطيك أنا عشان أوصلها بموضوع العلاقات حقه الحب لا تثقي بشخص يأخذ أكثر مما يعطي أو يعطي مما يأخذ لازم تأخذي ولازم تأخذي وصلت معلومتك للفتاة اللي بتوخط بيها وللشاب كمان كتاب الأسبوع أستاذ البنا كتاب الأسبوع هذا أنا تحدثت عنه فكرت كتاب تاني أوكي؟ لا أحدك وحدك شعب أيها بتتحدث أيضا بيتحدث هذا المؤلف أصيب بحادث ولما أصيب بحادث قال أنا بترك كثير ثروة الأولاء لبناتي هو بيتحدث للبنات تحديدا لأن البنات شئنا أم أبينا يعني سري فليعذرني الجميع معظم النساء أكثر صدقا في العلاقة في علاقات الحب من الرجال وما بيحسبوها ولكن الرجل عنده هذه الحساسية بأنه لازم يأخذ لأنه صياب مصارع محارب بيحب أنه يحسبها وبيحب أنه يكسب فسترخوا واستمتعوا علاقات الحب ما فيها أي علاقة إذن الرجال أكثر أنانية من السيدات في علاقات الحب نعم لأنه يريد أن يحصل على مكاسب بيعدها لست بيحط لست واحد اثنين ثلاثة ماذا كسبت من العلاقة وماذا خسرت إذا حصل نفسه خسران بيحاول أنه يستحوذ على أكبر قدر من المشاعر المرأة لما تمرد بتستمرخي وتستسلم كلية والله أنت يسعى هذا خطأ هذا خطأ خلاص طبعا حضرتك بتفيد الناس بالكتب أنا شخصيا صار تتعبك في الكتب اللي تعطيلي هما وصير تنزل المكتبات بنفسي وأشتري الكتب والتليفونات معي عشان تعطيلي الكتاب المفيد بالمهم شكرا لك بيعطيك ألف عافية عفوان حبيبتي شكرا لك إذن مشاهدي الكرام قبل الختام خلينا نتكلم شوية على جريدة عرب نيوز اللي تقيم اليوم حفل بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيسها في الرياض يقام الحفل تحت رعاية الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الملك فيصل أو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وأيضا الشتير بالذكر مشاهدي الكرام أن عرب نيوز يأول صحيفة ناطقة باللغة العربية في المنطقة مشاهدينا ترقبوا غدا تغطية خاصة بالحفل ولقاء مع أبرز الشخصيات العامة من الحضور أكيد في برنامج سيدتي طبعا بعد هذا الخبر وبعد فقرتنا الشيقة دائما وأبدا مع الأستاذة لبناء الغلاييني إحنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا أكيد لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بفقرات جديدة منوعة وشيقة وممتعة أكيد معنا ومعكم بسيدتي شكرا لكم وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى